من جهتهم عبر رؤساء المآتم عن بالغ الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية على تعاونه وحرصه على توفير كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح موسم عشراء منوهين كذلك إلى دور المحافظين في توفير الاحتياجات الضرورية بجانب المتابعة والتنسيق المستمر مؤكدين على دعم الخطاب الديني المعتدل ونبذ الطائفية في إطار العمل على تعزيز أواصر المحبة والاحترام بين أفراد الشعب البحريني خلال اللقاء السنوي الذي جمعهم بالفريق أول مع الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية أبدى عدد من رؤساء المآتم وأعضاء هيئة المواكب الحسينية تقديرا واسعا لما تقوم به وزارة الداخلية في توفير الأجواء الآمنة لإحياء عشراء بالشكل اللائق الذي تقتضيه المناسبة مثمنين تأكيد وزير الداخلية في كلمته على ممارسة الحرية الدينية والتقيدي بالخطاب المسؤول من خلال ما لمسته من كلمة معالي وزير الداخلية الله يحفظه أنه حاول التركيز على مجمل النقاط فيما يخص استقرار الشعيرة وانقضاها بهدوء كما عهدناها من خلال الالتزامات في أمور كثيرة وإحنا في البحرين اعتدنا دائما على أنه نحافظ على هذه الشعيرة المدعومة أيضا من قبل القيادة الرشيدة لما فيها سيدي جلالة الملك الله يحفظه فهذا هو اللي متعارفين عليه وإن شاء الله الله يتمم على خير ونشوفكم بأعوام دائما والبحرين بخير وسلام وإحنا في البحرين تحت راية سيدي جلالة الملك الحمد لله نلعم بالأمن والأمان مع هذه التعددية وهذه الانفتاح مع الديانات والمداهب والكل الحمد لله في أمن وأمان وهذا ما نقل وزير الداخلية وأنا بدوري أرفع أسماء آيات الشر والامتنان والتثمين إلى سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن حيسى الخليفة على رعايته ودعمه ومساندته وهي مثمنة عند مواطنين والمقيمين كافة ونحن سعيدين بأننا نعتبر أنفسنا شركاء في الأمن أمن هذا الوطن وليس فقط في موسم عاشوراء وإنما طوال العام وننتهز هذه الفرصة لتقديم الشكر والامتنان للمقام السامي لجلالة الملك المعظم أيده الله لتقديم وتسهيل كل ما يحقق نجاح موسم عاشوراء لهذا العام وكذلك الشكر موصول لحكومة جلالة الملك برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله والله أحب أن أتفضل وأشكر سعادة الوزير على الكلمة التي أبدأها أني أحب الجميع والحمد لله نحن مو من السنين دائمة حريتنا في المعاتم والقراءة وأشياء الدينية مو بس موسم عاشوراء على طول العام قد سعدنا بلقاء معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية اللي رحب ابن أفضل ترحيب وأكد على التوجه جلالة الملك المعظم في دعم المعاتم الحسينية والمواكب الحسينية وضرورة توفير كل السبل لتسهيل عمل هذه المواكب وسيرها في أفضل صورة وخلال اللقاء تم التأكيد على خصوصية عاشوراء البحرين بشكلها المتحضر وعدم استغلال المناسبة ماديا تحت غطاء السياحة الدينية حتى تبقى لعاشوراء البحرين خصوصيتها وتحتفظ بطابعها المميز نحن نمارس شعرنا بكل حرية ورياحية ويجونا الناس من الخارج كثيرين بس بشكل تنظيم حملات لا في الوقت الحالي أعتقد أن يسبب عبء علىنا وليل التنظيم وإلى آخرين من الأمور هذه بشكل فردي نحن نستقبل الجميع نحن طبعا نلتزم بكل الضوابط التي وضعها الدولة وأعتقد شعب البحرين واعي ما فيه الكفاية وملتزمين في الأيام اللي مضت السنتين اللي مضت بخير وسلامة والآن بنستمر إن شاء الله بقدر الإمكان مع التخفيه البسيط اللي موجود وسلامة الجميع وتعالي عشان شنو مع المرض بفترة سنتين الآن أو أكثر ولله الحمد للناس متعية وبنعامل الجميع بضوابط اللي تمشي حال نحال المواطنين وبنأخذ الإجراءات الاحترازية بقدر الإمكان في الواقع ما يميز تجربة أهل البحرين منذ القدم أنها تتميز بروح بحرينية أصيلة وهناك ربما بعض الدعاوى التي ينبغي أن نتعامل معها بحذر شديد حفاظا على النسيج الوطني واحترام التجربة الدينية والاجتماعية في البحرين لذلك نحن نثني على هذه التوجيهات السامية وإن شاء الله نخرج بالموسم بالمظهر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى أولا ويحافظ على أمن واستقرار البلد معالي وزير الداخلية كل سنة يجتمع بنا ويعطينا إرشاداته وتوجيهاته ونحن سعداء بأن نلتزم بهذه التوجيهات وذلك لمصلحتنا مصلحة المواكب مصلحة الجمهور مصلحة المعزين بالإضافة إلى أنها يعني تعطي صورة مشرقة عن البحرين وأهل البحرين عاشراء البحرين مناسبة رفيعة تحرص الجهات المعنية كافة على توفير عوامل نجاحها وإتمامها بشكل متحضر لتبقى في حدود طابعها البحريني المتميز لقاء سنوي شامل تضمن عديد النقاط الهمة التي جاءت على لساني معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية والتي وجهت لرؤساء المآتم للخروج بموسم عاشراء بالشكل الذي يليق به لتلفزيون البحرين محمد رشيدات